بيعمل باديكير ومساج في جسمه وكمان بينظف بشته ونسي إخواته اللي بيتقتله هناك ولا كأن في أي حاجة بتحصل حواليه ولا كأن في عملية إبادة بتحصل في غزة محمد رمضان نشر فيديو قلب الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي وخلى الناس كلها تهجمه هو إيه الحكاية الفنان محمد رمضان دايماً الأضواء متسلطة عليه حتى لو مش عامل فيلم أو مسلسل التريند دايماً مش بيخلى من وجوده الغريب بقى أنه بالرغم من كل اللي بيحصل في غزة وعملية الإبادة الجماعية اللي بيعملها الكيان المحتل نشر فيديو لي على حسابه الرسمي على الإنستجرام وقال فيه لا أستطيع الانقطاع عن عملي نظراً لالتزامي بعقود مع شركات عالمية ولكن لم ولن أنسى إخوات الفلسطينيين بالدعاء حتى أبل حفلاتي خارج المنطقة العربية أنا وكل فريق عملي ومؤسستي تعمل منذ ثلاثة أيام لإرسال المعاونات اللازمة لهم وفي صلاة الجمعة الماضية هنا في كود فورا طلبنا من إمام المسجد الدعاء للشهداء من النساء والأطفال وإن صبر قلوبنا جميعاً طبعاً الناس ما عجبهاش الكلام اللي قاله محمد رمضان بس اللي قاله بالسوشيال ميديا عليه أنه نشر فيديو لي وهو بيستعد الحفلة وكان قاعد بيعمل جلسة تنظيف بشرة وبادكين ومساج خلال تواجده في أفريقيا طبعاً بعد الفيديو ده الناس كلها طلعت هجمة محمد رمضان وكل الناس بتقوله هو إحنا في إيه ولا في إيه؟ أنت مش مقدر إخوتك اللي بيموته كل يوم؟ طبعاً محمد رمضان معروف أنه هو شخصيته مؤثرة جداً في العالم العربي وعنده عدد مهول من المتابعين في كل حتة في العالم وعلشان كده كل الناس كانت منتظرة منه رد قوي على الأحداث اللي بتحصل في غزة لأن الناس هناك مش محتاجين أكل ولا شرب ولا علاق حتى الناس هناك محتاجين الكلمة اللي اتحرك الإعلام ناحيتهم وده مش هيجي ببوسط ندعي لهم فيه ولا بشوية فلوس نبعاتها لهم الكلام ده مش هيتحقق غير لما كل الشخصيات المؤثرة تطلع تتكلم عن الموضوع ده تقريباً كده محمد رمضان فيم الكلام كويس جداً وكرر إنه هو لازم يكون ليه دور قوة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ونشر فيديو ليه بيعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة ووجه رسالة جديدة اللهجة لجميع البيوش والحكام العربية وطلب من الناس اللي بيضعوا إننا ننشر القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية للعالم الغربي إننا نبدأ نسلط الضوء أكتر على الحكام العرب وعندنا كل الحاجات اللازمة لدخول الحرب ومن ضمن الكلام اللي قاله محمد رمضان في الفيديو عايزين صوتنا يوصل لمين بر بلدنا؟ صوتنا يوصل لبلدنا بلدنا عندها جيوش وعندها أسلحة وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسبع لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها هنستخدمها إمتى أسلحتنا وجيوشنا؟ طبعا الفيديو ده عمل نسبة مشاهدات عالية جدا جدا والناس كلها وقفت في صف محمد رمضان في كل الكلام اللي قاله ولو أنتم عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن